بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أيامكم سعيدة بولادة صاحب الزمان سلام الله عليه إذا تعبت من كثرة الدعاء ولا تجد الإجابة رجان استمع رجان استمعي ونحن نعيش في أيام فرحة ولادة الإمام المهدي المنتظر عليه السلام بماذا ينصحنا السيد آية الله ابن طاوس الحسني رضوان الله عليه بهذا الخصوص يقول السيد ابن طاوس الحسني رضوان الله عليه يقول إياك ثم إياك أن تقدم نفسك أو أحدا من الخلائق في الدعاء له ولنفسك قبل صاحب الزمان سلام الله عليه وهذه القضية جدا جدا مهمة لا تقدم نفسك ولا أحد من أهلك في مسألة الدعاء أول من تقدم صاحب الزمان سلام الله عليه قدم الدعاء لصاحب الزمان بتعجيل الفرج له سلام الله عليه فيقول إياك ثم إياك أن تقدم نفسك أو أحدا من الخلائق في الولاء والدعاء له عليه السلام بأبلغ الإمكان وأحضر قلبك ولسانك في الدعاء لذلك المولى العظيم الشأن وهو صاحب الزمان سلام الله عليه وإياك أن تعتقد أنني قلت هذا لأنه سلام الله عليه محتاج إلى دعائك لا إن اعتقدت هذا فإنك مريض فاعتقادك وولائك لصاحب الزمان الكلام ما زال للسيد ابن طاوس رحمة الله عليه فقال بل إنما قلت هذا لما عرفتك من حقه العظيم عليك وإحسانه الجسيم إليك جميعنا يعلم بأن الإمام المهدي عليه السلام هو الحج الذي إذا خلية الأرض منه انقلبت رأسا على عقب وبأن كل خير نازل من السماء إنما هو بسبب وجوده هو الحبل المتصل بين السماء والأرض فيقول السيد ابن طاوس قلت هذا لما عرفتك من حقه العظيم عليك وإحسانه الجسيم إليك ولأنك إذا دعوت لصاحب الزمان قبل الدعاء لنفسك ولمن يعز علي كان أقرب إلى أن يفتح الله جل جلاله أبواب الإجابة بين يديك لأن أبواب قبول الدعوات مفتوحة مفتوحة إذا ما دعوت لصاحب الزمان سلام الله عليه فإذا دعوت لهذا المولى الخاص عند مالك الأحياء والأموات يوشك أن يفتح أبواب الإجابة الله سبحانه وتعالى لأجله فتدخل أنت في الدعاء لنفسك ولمن تدعو له في زمرة فضله سلام الله عليه وتتسع رحمة الله جل جلاله لك وكرمه وعنايته بك لتعلقك في الدعاء بحبله أي بمعنى أي بمعنى من يرفع الدعاء إلى السماء صاحب الزمان سلام الله عليه وكما تعرف أن الدعاء يبقى محجوبا إذا لم تصلي على محمد وآل محمد والحبل الممتد بين السماء والأرض وهذا الحبل الذي يرفع دعائك إلى السماء هو الدعاء لصاحب الزمان سلام الله عليه وذكر آية الله الحاج ميرزا محمد تقي الموسى والأصفهاني من هذا الكلام الكثير وقال بأن هذا مجرب جدا 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 تصلي على محمد وآل محمد ثم بعد ذلك تدعو بدعاء الفراج ثم تستغفر لوالديك ثم تدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم تدعو لنفسك فتجد الإجابة حاضرة فيقول السيد بن طاوس دير بالك إياك ثم إياك أن تقدم نفسك في الدعاء على صاحب الزمان تقدم أحد من محبينك في الدعاء على صاحب الزمان أول شخص تدعو له في دعائك صاحب الزمان ثم بعد ذلك تقدم نفسك تقدم الآخرين لا بس لكي يشملك الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته وبكرمه وعنايته لتعلقك في حبل صاحب الزمان هنا يرفع الدعاء ويستجع جرب ولا تشك واجعل من ذلك أسلوب حياة برنامج صباحات ولاية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام